وبعد وضع السلوكيات في الفيديو السابق اختيار السلوكيات ودرجة السلوك السلوك وعرفنا كيف نضع السلوك وإلغاءه من قائمة السلوكيات الإيجابية أم السلبية وعرفنا فيما سبق أن هذه العلامات أو الدرجات تدل على أن عند فعل الطالب هذا السلوك تقوم المعلمة بيعطاء الطالب درجتان لهذا السلوك أو بما يقابله عندما يقوم الطالب بفعل هذا السلوك التحدث في الفصل أو تأخر عن الدرس ستقوم المعلمة بخاص العلامة الموجودة أو الموضوعة فوق هذا السلوك من الطالب وعرفنا كيف نستدعي أو نستورد السلوكيات من الفصول السابقة الآن سنقوم بالذهاب إلى الهوم من هنا تستطيع المعلمة ممكن أن تقوم المعلمة بطباعة الإضافة للطالبات بأن قوم الطالبات بتوزيعها أو إعطائها لأولياء الأمور وتوقيع عليها من هنا قامت المعلمة الانتقال إعدادات المشاركة وتحميل الملف على البي دي اف للحصول على باسورد لكل طالبة على حدة حتى يمكن أولياء الأمور الدخول على المادة نعود مرة أخرى إلى هذا الهوم وأيضا تستطيع المعلمة إرسال كل ما تريده على إيميل الخاص لولي أمر هذه الطالبة من دون طباعة ما تريده وإعطاء للطالبة للتوقيع الولي الأمر عليه يمكن مجرد الوضع إيميل ولي أمر هذه الطالبة والضغط على إمفايت سيتم إرسال كل ما تريدين لإيميل ولي أمر هذه الطالبة مثال تم وضع البريد الإلكتروني لولي أمر هذه الطالبة تم إرسال إضافة أو ما تريد المعلمة من ولي الأمر وهنا أيضا ممكن إضافة بريد إلكتروني آخر لولي أمر هذه الطالبة ممكن دكتور A دكتور A.B.D A.B.D ممكن وضعه على الياهو هوت ميل أو ما شابه ذلك اعتبار هوت ميل أمو ثم الضغط على invite تضح لي هنا تم وضع البريد الإلكتروني الطالبة تم إرسال هذه الرسالة وبعد الانتهاء من الhome من هنا تضح لي إنه تم اتصال مع ثلاثة أولياء أمور من الموجودين من هنا أيضا وضع أو الاتصال مع أحد المعلمات وضع البريد الإلكتروني للمعلمة أخرى وبعدها نضغط على علامة الـ X أظهر لي الصف الحالي أو الصف الدراسي الذي يقوم بتدريسه هذه الأيقونة بما معناها التايمر التوقيت يمكن أن يساعد المعلمة في تحديد مدة معينة لنشاط معين أو في تحديد وقت الاختبار إذا أردت إذا أردت عمل اختبار للطالبات ووضع وقت أو مسابقة أو أي أن كان لوضع وقت عليك الضغط في علامة ابدأ أو سيقوم بحساب الوقت هنا هنا سيكون التوقيت تصاعديا من الأسفل إلى الأعلى وإذا أردت تصوير التعداد مرة أخرى أو إذا أردت وضع وقت معين لهذا الفعل أو لهذا العمل أو لهذا الاختبار قم بوضع الوقت المعين لديك هنا بوضع الدقاق وهنا بوضع الثواني ثم الضغط على الست ومن ثم البدء أو الضغط على كلمة ستارت سيقوم بالبدء تنازليا من 15 دقيقة إلى الصفر بعدها سأقوم بالضغط على stop ومن ثم سأقوم بإخفاء التوقيت وهي الضغط على أيقونة high timer مرة أخرى الحضور والغياب عند الضغط على هذه الأيقونة سيظهر لي هذه الصور ستظهر لي الطالبات وفوقها هذه الصور بما معنى أن العلامة الخضرات تدل على حضور الطالبة والعلامة الحمرات تدل على غياب الطالبة وأيضا هنا علامة صفراء مثال هذه العلامة تدل على أن هذه الطالبة متأخرة عن دخول الفصل الدراسي أو المادة الدراسية مثال وضع هذه الطالبة زينب محمد متأخرة عن الفصل الدراسي ووضع هذه الطالبة غائبة وأيضا هذه الطالبة غائبة فغطأ لا أريد المزيد من الغائبات لكي يتضح لي التمثيل البياني فيما بعد بعدها سأقوم بالضغط على Save لكي يقوم بحفظ الحضور والغياب وأيضا التأخير من بعدها هنا يتضح لي السهم سأقوم بالضغط عليه اتضح لي هنا أن تلك الطالبات حاضرات وهذا اللون البسيط الذي يعتبر الطالبة الغائبة يعبر عن الطالبة الغائبة نلاحظ هنا يمكنني الضغط على الطالبة ويعطاؤها سلوك لها سلوك خاص بها أو يمكنني الضغط من هنا ويعطائها سلوك أو يمكنني الضغط على أو تحديد جميع الطالبات الموجودين في الفصل في هذا اليوم ويعطائهم جميعهم سلوك واحد هنا دل على أن 14 طالبة حاضرون في هذا اليوم سوف أعطيهم جميعهم سلوك التعاون تم إضافة درجتين لكل طالبة من 14 طالبة حاضرة أيضا سأقوم بإضافة سلوك إيجابي آخر وهو جميعهم محببين لدى المعلمة تم إضافة أيضا ثلاثة درجات لكل طالبة من الطالبات الموجودين والذي تراوح أعدادهم ما بين 1 إلى 14 طالبة وأيضا سأقوم بتحديدهم مرتين أخرى ويعطائهم سلوك سلبي يشملهم جميعهم وهو عدم الحفاظ على إضافة الفصل وتم خصم درجة من كل طالبة في الفصل مع عدد طالبات الغائبات التي لم يحضن في الدرجات الإيجابية وأيضا درجات السلبية وعند الانتهاء من وضع درجات لكل الطالبات أو تحديدهم جميعهم ووضعهم نفس الدرجة أو نفس السلوك وإذا أردت أيضا تحديد الطالبة وإعطاؤها سلوك خاص بها مثال سواء كان من هذه اللستة أو عند إخفاءها في الضغط على اسم الطالبة وإعطائها سلوك مميز لها مثال إبداع تم إعطاءها من عيسى الإبداع ثلاثة درجات وأيضا ألا سوف أقوم بإعطائها الإلتزام أيضا قارئة جيدة ممتازة المشاركة الجيد في العمل أيضا الإلتزام بعد ذلك سأقوم بوضع السلوكيات السلبية لكل طالبة مثال المشاغبة تم نقصان درجة واحدة من الطالبة أمنى عيسى وأيضا هنا وضع درجة سلبية راسبة مثال على حد المثال وأيضا هنا درجة سلبية أخرى لهذه الطالبة المخالفة وهنا أيضا سلبية أخرى عدم الإلتزام وأيضا هنا سلبية مثال مشاغبة وإذا أردت إعادة السلوك السابق الذي تم تغييره عليه بالضغط على اندو لاست هذا السهم لاحظي هنا تم تغير من الرقم ثلاثة إلى الرقم الأربعة أي آخر سلوك تم إحداثه بعد ذلك سأقوم بالضغط على الربوست هنا اتضح للتمثيل البياني أو الرسم البياني للدرجات الطالبات يقدم البرنامج أيضا عرضا بيانيا للعمل كل لكامل الفصل هذا التمثيل البياني يبين عمل كل كامل الفصل ويتضح هنا في الأسفل لكل طالبة ما تم يعطاؤها أو تم خصم منها يمكن الغاء هذا السلوك مثال من الشروق شاهين درجتان تم تغيير هذا الشكل بمجرد حذف درجتان من الطالبة شروق شاهين هذا يبين أيضا العمل الخاص بكل طالبة على حدة من هنا مجرد الضغط على اسم الطالبة يتضح للرسم البياني لدرجة الطالبة من حيث الأعمال الإيجابية أو السلبية وفي الأسفل هنا يتضح لي أنه تم نقصان درجة واحدة من الطالبة آمنة بسبب المشاغبة ويعطاها ثلاثة درجات بسبب الإبداع والخصم درجة واحدة بسوى عدم نظافة الفصل أيضا إضافة ثلاثة درجات وكذلك هي درجاتها الموجودة في هذا الفصل أو هي سلوكياتها الموجودة في هذا الفصل ويمكنني أيضا وضع تعليق على هذه الطالبة جيدة مثال يجب عليها الحرس إضافة هذا التعليق يتضح لي هنا أن المعلمة قامت بوضع التعليق لهذه الطالبة لأنها جيدة ولكن يجب عليها الحرس في الفصل أو الحرس على درجاتها وعلاماتها داخل الفصل من هنا أستطيع اختيار اختيار الطالبات من أول اسم أستطيع هنا أيضا اختيار أسماء الطالبات من أول اسم أو من آخر اسم أيضا درجة السلبية والإيجابية وأيضا فقط السلبية أو حتى أعلى درجة من الطالبات على المعلمة هنا اختيار ما تريده أيضا هنا جميع الكلاس ستيودنت أو اختيار جميع الكلاس تضح لي هذا التمثيل البياني جميع الطالبات الموجودين في الكلاس هنا معناه أن جميع الطالبات حاصلين على 54 درجة سلبية و237 درجة إيجابية هنا الغالب يتضح أن البوستف وهو سلوكيات الإيجابية يمكن المعلمة هنا اختيار اليوم الذي تريد حساب الرسم البياني مثال اليوم ترجمة نانسي قنقر